طيب برضو خلينا نروح لأخبارنا النهاردة وأخبار البيت الكبير زي ما قلت لحضراتكم النهاردة عندي ثلاث أجزاء في هذه الحلقة الحقيقة الجزء الأول هيكون مع النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن والنجم الكبير الكابتن أحمد بلال هنحل المباراة منتخبنا الوطني مع منتخب سودان ونشوف إيه اللي هيحصل من وجهة نظرهم أيضا في الجزء الأخير هيكون معايا أحمد الحنفي وإيشو الاثنين هيقولوا برضو الإحصائيات الخاصة بهذه المباراة وبالمباراة وبالبطولة حتى الآن وكلام فيما يخص البطولة الأفريقية والنادي الأهلي دائما ما بين الفقرة دي والفقرة دي الفقرة اللي حضراتكم دائما بتبقوا مستنينها فقرة من سيكون المتسابق الثالث إن شاء الله هيطلع يتفرج على مباراة النادي الأهلي ونادي منتيري المكسيكي أولى مباراة كأس العالم للأندية زي ما دايما وعدنا حضراتكم كل يوم أربع بيكون عندنا أو خلال الإسبوع السابق كان عندنا سؤال قلنا لحضراتكم حضراتكم دايما بتبعتوا الإجابات سواء الإجابة الأولى أو الثانية أو الثالثة على 1795 أي رسالة حضراتكم عايزين تبعتوها بالمناسبة اللي عايز يبعد لغاية دلوقتي يبعد بنستقبل كل رسائل 1795 أو تتكلم من أي تليفون محمول على 1795 أيضا أو من أي تليفون أرضي على 0909500 إذا حطيت الإجابة الصحيحة إن شاء الله قد تكون سعيد الحظ في الصفر لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ونادي منتيري المكسيكي أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وريني يا ساميلي السؤال كان إيه طيب ما هو أفضل مركز حققه ده طبعا السؤال القديم النهاردة إن شاء الله بعد اختيار الفائز هيكون معنا السؤال الجديد لكن ما هو أفضل مركز حققه فريق الأهلي في كأس العالم للأندية الإجابة رقم واحد الأول الإجابة رقم اثنين الثاني الإجابة رقم تلاتة الثالث دي الثلاث إجابات هتقولي إما الإجابة رقم واحد إما الإجابة رقم اثنين إما الإجابة رقم تلاتة وتبعت زي ما قلت لكم على 17-95 أي رسالة أو تتكلم من أي تليفون محمول على 17 أيضا 95 أو من أي خط أرضي على 0-900-9-500 يلا مستنين حضراتكم تبعته لنا وبعد أعتقد ساعة من دلوقتي حيكون معانا الفائز التالت اللي حيسافر معانا إن شاء الله إلى الإمارات العربية لمشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد منتيري المكسيكي ترجمة نانسي قنقر